بتاخد فيتامينز وبتاخد كل المكملات اللي في الدنيا والسكر طبعا التراكومي عالي جدا والضغط عالي جدا والسكر كان بقاله عشر اتناشر سنة وطبعا مع السكر والتهاب الاعصاب والحاجات دي كلها البتدى بقى ايه الاعصاب تتعب وشبكية العين راح اتحقنت في العين في المستشفى وابتدت كمان المشكلة الرئيسية كمان عندها جسمها تعبان كله جدا وتخيلوا السنين دي كلها ما خدتش مرة دواء للسكر ما فيش تقولك انا باخد المكملات طب يا ست الكل يعني ايه المشكلة اما ناخد الحبوب يعني ايه المشكلة اما ناخد دواء السكر طب ايه المشكلة اما نعمل نظام غذائي فطبعا قلتلها والناس كمان معايا في الموضوع ده يا جماعة ما فيش دواء ما فيش دواء ولا الفا ليبويك ولا فيتامين دل ولا فيتامين بي ولا اي حاجة خالص هتعالج الحاجات دي قد موضوع زبط السكر والضغط يعني واحد يقولي انا اه اخدت الفيتامين الفلاني وجايبه من امريكا وانا عشان جايبه من امريكا خلاص يعني هو ده اللي ترياق يعني ولا هيعمل حاجة خالص انا باخد الفيتامين باستمرار زي ما حضرتك قلت والماغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين دال وفيتامين بي ولا هوا هوا ما فيش حاجة هتزبط لك الدنيا دي الا ما تزبط للسكر الاول ودي معلومة خطأ بشكل كبير معلومة خطأ 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 يا جماعة انتبهوا لصحتكم ارجوكم المشكلة الناس فهم الموضوع من العكس ودنك منين يوجوه هيقوله كده طيب ما هيودنك اهي تصعبها على نفسك ليه يعني انت قدامك حاجة سهلة مش هتحتاج للمكملات ولا غيره لو زبطت للسكر وتزبيت السكر سهل زي ما انا قلتلكم قبل كده ده مرض اكل وشرب طيب زبطت اكل وشوربي وما فيش تحسن في السكر يبقى فيه حاجة تانية فيه حاجة غلط بتحصل انت متاش عارفها روح للدكتور اعمل تحليل اعمل تحليل بالجهاز في البيت احنا بقى نجيب جهاز السكر دلوقتي عاملينه موضة جهاز السكر عندنا دلوقتي بقى موضة غريبة يعني جهاز السكر مبقاش بنجيب عشان نحلل بيه انتو عارفين ان انا عملت استاتيستيكس كده يعني احصائية لقيت معظم الناس مثلا اقول له اكتب لك شرائط وشكاكات يقول لي لا لا عندي وهو ما عندهوش ليه بقى لانه ما بيحللش يعني ما بيحللش في البيت السكر وفي حد كتاب لي سؤال مبارح جميل اوي بيقول لك طب ايه الفايدة لما انا السكر التراكمي بيشوف فيه 3 شهور سكري عالي ولا لا او بعرف سكري قد ايه وبدل ما اعمل تحليل كل يوم السكر التراكمي بياخد اربع شهور هده انك سكرك عالي اربع شهور ومن تجدر ين بيه وتحصل مضعفات لغاية ما تيجي تحلل السكر التراكمي هل ده يعقل ده ينفع يعني فاصبح دلوقتي التهاب الاعصاب المضاعفات السكر اللي بتحصل نتيجة ارتفاع السكر التراكمي زي المشاكل اللي بتحصل في العين ومشاكل الاعصاب ده دي جزء من الاجزاء كلها بسبب ايه بسبب ارتفاع السكر في الدم طب ارتفاع السكر في الدم يعمل ايه يعمل اكسادة في الدم طب ايه يعني اكسادة أكسادة يعني تدمير لخلايا الجسم يعني مع الوقت خلايا الجسم تتأثر بشكل كبير أنا خلايا الجسم عندي بتتأثر بشكل كبير يبقى تدمير لخلايا الجسم يعني الخلية اللي المفروض تقوم بوظيفتها وتطلع طاقة وتديك الطاقة والباور علشان تقدر تمشي وتتحرك نتيجة ارتفاع السكر التراكمي زي المشاكل اللي بتحصل في العين ومشاكل الأعصاب ده دي جزء من الأجزاء كلها بسبب إيه؟ بسبب ارتفاع السكر في الدم طب ارتفاع السكر في الدم يعمل إيه؟ يعمل أكسادة في الدم طب إيه يعني إيه أكسادة؟ أكسادة يعني تدمير لخلايا الجسم يعني مع الوقت خلايا الجسم تتأثر بشكل كبير أنا خلايا الجسم عندي بتتأثر بشكل كبير يبقى تدمير لخلايا الجسم يعني الخلية اللي المفروض تقوم بوظيفتها وتطلع طاقة وتديك الطاقة والباور علشان تقدر تمشي وتتحرك للأسف الشديد ما بتعملش الكلام ده خالص ليه يا دكتور اللي بيحصل في حاجة في الجسم اسمها الميتو كوندوريا الخلية فيها الميتو كوندوريا الميتو كوندوريا دي اللي هي البواج بتاعت العربية اللي هي بتديك الطاقة عشان العربية تقدر تشتغل لما يكون عندك سكر عالي مش هتعرف تشتغل طب انا باخد alpha leboic acid وباخد فيتامين دي وباخد فيتامين بي زي ما حضرتك قلت من غير زبط السكر مش هينفع السكر عالي في دمنا مش هينفع السكر عالي في جسمنا مش هينفع الضغط عالي مش هينفع فالتفكير احنا بنجيب الستوري من ورا مش من قدام انتو عاملين زي الناس اللي بتتفرج على فيلم فبتتفرج على النهاية يعني ايه النهاية يعني تتفرج يقولك انا عايز اشوف نهاية المسلسل هجيب اخر حلقة بالزبط الفيتامينز دي المرحلة التانية مش الاولى المرحلة الاولى ان انا زبط سكري الشغل اللي عليك انك تزبط السكر بتاعك تزبط السكر يعني ابدأ بتزبيط السكر اه ابدأ بتزبيط السكر وابدأ بتزبيط الضغط يعني فيه مريض يجيلي يقوللي يعني انت اقولك حاجة بسيطة خلص هنبسطها ليك مياه لما تيجي تروح لدكتور السنان وتخلع درس يقولك رجعلي التراكمي اقل من سبعة مش هقدر اخلعلك زبط للضغط طب ما هي نفس القصة يعني لما تيجي تروح لدكتور وضغطك عالي يقولك لا والله ما عناش روح لدكتور البطنة يزبط لك الضغط وتعليلي تروح لدكتور عيون انا بقول لها طب انت دكتور العيون اللي روحتي له ده ما قالكيش تروح لدكتور قالت لي قال لي قال لا فقط عينيك يعني انت هتفقد عينيك بسبب الاهمال ما ينفعش يا جماعة والله يا العظيم انا بشوف حاجات غريبة في العياد ويبقى عارف وبيشتكي ويقولك لا حبيت الضغط مش هاخدها اصلا انا مش عايز اتعود عليها قال لا ليه هو ادمان زي فيديو مبارح شفته الاحد للأسف الشديد الدكاترة وبدون ذكر اسماء يعني اوه وتاخدوا ادوية الضغط ده ادوية الضغط دي ده كارس ده بتحقوا عليكم اوه وتاخدوا ادوية الضغط انتو مش عارفين القصة ولا ايه لما يشوف بقى اشرح لكم الحوار طبعا لما بيكون في واحد قاعد ويقولك غرقان يتعلق بأشياء زي ما بيقوله لما اي حد نفسي ضعيفة او هو مش حابب الأدوية مثلا يسمع الكلام ده يبطل الدوة بمعنى ايه بقى هقولكو حاجة مهمة اوه لما تروح لواحد شيخ وتقول تقول لنا عايز احط فلوسي في البنك او ازا قال لك الفلوس في البنك حلال يا سلام الشيخ ده زي العسل ازا قال لك حرام ده الشيخ ده ما بيفهمش فنفس الحوار يقولك ايه يعني ينفع صلي المغرب بدون وضوء ازاي انت الجننت ما ينفعش طب ما انا صليت ونفعت عادي يعني ففي ناس تفكيرها بيبقى في لغة كبيرة فالراجل ضغطه يقولك انا انا اتفاجأت بصراحة انا بعدي كده بصلاحة ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اوعا وتاخدوا حبوب الضغط واهم الحبوب الضغط الحبوب الضغط هتماقوق ده بيتكلم بقلب جامد وبعدين بقى ابتدأ يشرح يقولك ايه انت لو عندك انيميا الانيميا دي هي السبب في ارتفاع الضغط يا صلاة النبي احسن انيميا سبعة الضغط عالي لكن ما تاخدش زبط الانيميا وما تاخدش حبوب الضغط الضغط في secondary hypertension وفي primary يعني secondary نتيجة اسباب في جسمنا انا لو صلحتها هتخلص من الضغط اللي هو ايه واحد تخين لو خس ضغطه هتزبط واحد مدخن واحد عنده توتر عصبي واحد عنده حاجات زي كده ضغطه هتزبط مجرد ان انا اتخلص واحد بياخد كورتزون وبياخد هرمونات الانيميا اللي هو بيتكلم عنها لما يوصل الانيميا فترة طويلة يوم الهرمونات تبدأ تعمل تطلع هرمونات عشان تحافظ على دق الشرايين والحاجات دي دي فترة مؤقتة مش ده اللي احنا بنتكلم عنه لكن فيه primary hypertension يعني ضغط عالي بدون سبب ونسبة الضغط العالي اللي بدون سبب 95% من حالات الضغط مال الناس اللي بيجي لها نزيف في المخ وجلطات في المخ ده بسبب ايه فبقاش ينفع خالص ان انا اسمع بقى التراهولات دي وبوز تفكيري فطبعا لما جيت اسمع انا بقى نصحكه اهو اه يقول لك اصلي لا لا اوعى تاخد ودفس الشخص ده قال لك للا اوعى تاخده انسولين شكشاكة للولد وبهدلة للولد والانسولين ايه اخده كسبرة انا بقى هقول لك على شغلنا احنا انا شفت شفت حالات دخلت في غيبوبة ومش عايزة لك في حالات ماتت بسبب انهم وقفوا الانسولين في الاطفال اللي هو مفروض المفروض الاطفال الاكتر حاجة يعني ربنا يحفظهم وبياخدوا الانسولين فاهاليهم طبعا سمعوا الكلام قال لك نجرب وابتدوا ياخدوا الكسبرة وللاسف الشديد دخلوا في غيبوبة لان دخلوا في حمودة في الدم سكرعيل جدا ده راجل ما بيرعيش ربنا حد تاني زي التجربة بتاعت الراجل الهندي اللي قال لك الفراكتوز مايرفعش السكر سكر الفراكتوز وعمل تجربة بالجهاز اللي هو السكر الفراكتوز وطبعا الناس ايه بقى في الهندي بقى انتو عارفين الدنيا الجهاز اللي احنا بنشتغل به ده ما بيقس اصلا فراكتوز ده مش مهيق ده بيقس جلوكوز فطبعا لما عمل كده التجربة بقى الناس بقت مبهورة يعني انبهار شديد فطبعا لما نيجي نفكر في الموضوع والله فيه واحدة كتبتلي ان جزها لما حصل الموضوع ده كان العنب لغاية ما السكر وصل الستمائة السكر بتاعه وصل الستمائة فمعلش ارجوكم افهموا الموضوع صح نفهمه مش نتفرج ازا اند النهاية لا احنا بنبدأ من البداية انا عندي سكر نظام غذائي ثلاث شهور هشوف سكر مش عايز يزبط ممكن اخد حاجة مؤقتة ان انا ازبط بيها سكري والحبوب السكر هي الاسوأ على الاطلاق مش هو الحل المثالي حبوب السكر ليست هي الحل المثالي لمريض السكر انا بقولك اهو فطبعا اما بتيجي تعمل الحاجات دي تفكر تشوف زبط الاعصاب يبقى انا محتاج ازبط سكري انزل التراكمي اقل من سبعة وبعد كده ابدأ خطوة المكملات لكن انا باخد مكملات هتعمل ايه المكملات ولا حاجة خالص فبقاش ينفع خالص 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 ما اكلمنا على الاكل الصحي ربنا مدينا خيرات الاكل الصحي انت ما تيجي تروح مثلا فيش ماركت سوق سمك كل اكلات السمك حلو فاش اي حاجة ولا عمرها ترفع السكر الناس زنقى نفسها في رغيف العيش والجبنة العيش والرز والحاجات دي كلها وهي ما انت قدامك كل حاجة وقدامك كده وقدامك كده فانا بقولك الصح اللي هو افضل والعلاج الاقوى هو ضبط السكر في الدم افضل والحاجات در شبنة فانا بق Veryck b شبنة ر في بعض term